قل أمين يا أبو عبدالله هل يزاهم الله عنك كل خير دائماً أبو عبدالعزيز تكلم يقول الله يدخل في الجنة صحر الله أمين أساني يسعد أقول يسعد الإنسان إذا سمع هذا الدعوة الله يتزاك الجنة يسعد بس المسلم يا أبو عبدالله المسلم وغير المسلم على حسب تجربتي ذهاب للصين كوريا الجنوبية اليابان دوة في الشغر له غير مسلم وتقول له الله يدخلك دايريكت باراديز هذي جنة دايريكت فير لا النار النار فير يزعل وهو غير مسلم يعرف أن النار خطر على الإنسان أنا أقول يعني الإنسان يسعد بهذه الدعوة صحي ويسعد إذا سمع الجنة يالله ما بالك إذا سمع أوصاف الجنة يالله كأنه يدخل فيها يالله بذلك يعني ما فيه يعني أجمل من وصف مثل وصف الرب سبحانه وتعالى للجنة الذي خلقها الذي خلقها سبحانه وتعالى أرد كيف وجعلها دار جزاء للمؤمنين الذين عملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوسي نزلة نزلة الله خالدين فيها لا يبقون عنها حيوة لك حيوة